هذا فيما أكد المتحدث باسم رياسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو أبي وأوضح متحدث الرئاسة أن شينزو أبي كان زعيما استثنائيا لليابان وصديقا لمصر ودعما قويا لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي ساهم الفقيد في ترسيخها دعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار